على حافة كهذه يقف الاتفاق النووي كالتي تحيط بقلب مفاعل أراك وسط إيران وهو المفاعل النووي الذي آثار حوله الجدل رئيس الوكالة الإيرانية لطاقة الذرية علي أكبر صالحي مؤخرا في مقابلة تلفزيونية مع الأسف الشديد كل مرارا خلال السنوات الثلاث الماضية إننا لم نضع إيسمنت في الحفرة وإلا فإننا نكون دمرنا المفاعل بأكمله لم نضع الإسمن في هذه الأنابيب بل في أنابيب المهزن القديم الذي أخرجناه وقد اشترينا في تلك الفترة أنابيب أخرى ولكن لم يكن بوسعنا الإعلان عن ذلك شخص واحد في إيران كان على اطلاع بالأمر رأس النظام لا يمكن وعزل كلام صالحي عن تطورات الملف النووي المترنح فبينما تنتظر تهران آلية أوروبية خاصة للتعامل معها تحضر واشنطن لمؤتمر في وارسو لتشديد الحصار عليها هكذا يزدد إحراج أوروبا برأي البعض وتكسب أمريكا ورقة كانت تحتاج إليها فماذا أرد صالحي حقا من تصريحاته هذه؟ يستطيع منتقد إيران أن يستخدم هذا التصريح للقول إنه لا يمكن أن نثق بالإيرانيين في حين من يؤيد الاتفاق النووي قد يستخلص أنه عليه العمل أكثر للحفاظ على الاتفاق ولألا تعود إيران بسهولة إلى ما كانت عليه من قبل أعتقد أنه يريد أن يظهر للإيرانيين وللنخبة السياسية هناك أن بوابات ومخارج كثيرة لا تزال متاحة لإيران ليست هذه المرة الأولى التي يشير صالحي فيها إلى تنصيق خاص بينه وبين مرشد الجمهورية الإسلامية أيضا الله علي خمينئي في أمر ما فأصل التفاوض السري مع مسؤولين أمريكيين في عمان عام 2012 بدأه صالح بمباركة خامنئي بعيدا عن نظر رئيس الجمهورية حين ذاك محمود أحمد نجاد تقترب تهران من حافة انتهاك الاتفاق النووي دون أن تفعل ذلك هي ترسل إلى الشركة رسالة مفادها لأنها في حال لم تستفد من الاتفاق فبإمكانها استئناف البرنامج النووي بالكامل هي تلعب على حافة الهاوية لكنها في حال مبالغتها في الاستعراض ربما تعرض نفسها للسقوط وهو ما يتمناه كثر لها علي آشن بي بي سي بيضي شكرا للمشاهدة